أحب أن أؤكد أن الحكومة المصرية لديها عدة خطط لجمع تدفقات نقدية بالدولار خلال الفترة المقبلة قد تكون صفقة بيع 20% من بنك اسكندرية ليست هي الأساسية في هذه التدفقات المنتظرة رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك خطة لطرح خمس مناطق في البحر الأحمر أمام المستثمرين في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على غرار صفقة رأس الحكمة وبالتالي الحكومة تتحرك في ملف الطرحات الحكومية وذلك أمام المؤسسات الدولية بشكل أساسي لالتزامها أمام المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولي والذي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامجه مع مصر اعتبارها من أول أكتوبر المقبل وبالتالي لابد وكان قد أشار في المراجعة الثالثة إلى ضرورة تحرك مصر بشكل أسرع في برنامج الطرحات الحكومية صفقة بنك الأسكندرية أو 20% حصة الحكومة المصرية في بنك الأسكندرية بدأت تفاوض بشأنها بالفعل منذ أن تم وضع هذه الحصة ضمن برنامج الطرحات الحكومية في فبراير عام 23 وبالتالي هذه الصفقة استغرقت الآن أكثر من عام ونصف من التفاوض مع البنك الإيطالي القضية أنه بعد كان من المنتظر أن تتم هذه الصفقة في الربع الأخير من العام الماضي أو الربع الأول من العام الحالي ولكن صفقة رأس الحكمة جمدت برنامج الطرحات بالكامل وأوقفت كافة العمليات أشير إلى أن البنك الأسكندرية تم بيع 80% منه لبنك لإنتستا سان باولو عام 2006 بقيمة 1.6 مليار دولار بعدها قامت مجموعة إنتستا سان باولو ببيع 10% من البنك لمؤسسة التمويل الدولية في عام 2008 ثم استردتها مرة أخرى في عام 2020 وكانت قيمة الصفقة وقتها دفعت المجموعة لمؤسسة التمويل الدولية 162 مليون دولار قد يكون هذه إشارة لقيمة الصفقة أنها لن تكون قيمتها كبيرة ولن تتجاوز المائتي مليون دولار يعني وفقا لهذا التقييم نشير أيضا إلى أن على الرغم من هذه الصفقات التي تمت على بنك الأسكندرية لا تزال هناك قضية في المحاكم بعد إتمام عملية خاص خاصة البنك وبيعه لمجموعة إنتستا سان باولو كانت هناك قضية تم رفعها في المحاكم المصرية لإبطال عملية البيع ولا تزال هذه القضية على الرغم من مرور هذه السنوات وعلى الرغم من صدور قانون في عام 2014 يمنع أي طرف ثالث بإقامة دعوة قضائية ضد صفقات تمت بين مستثمرين وبين الحكومة إلى أن هذه القضية لا تزال في المحاكم حتى الآن ونترقب بالطبع إتمام هذه الصفقة بعد تقريبا عام ونصف من التفاوض بشأنها